رسائل حسن البنة اللي هو الفكرة المؤسس للعنف بقى فكرة العنف العنف عندهم عنف رمزي لو انت اختلفت معاه يقولك انت كافر اختلف معاه يقولك انت كافر خرجت عن الملة ويبدأ يشوهك وشوه صورتك زي ما بيعمله ليه ونهار والعنف المادي لو انت اختلفت معاه يقتلك زي ما بيحصل يقولك هتا عايزين نقتل فلان وفلان وفلان دول نخلص منهم الحقونا بفلان وفلان لما احنا هنقوم بصورة هنجيب دول نعدمهم هم بيقولوا هزا الكلام وانا بقول للمحمد نصر هو انت موجود في لنم دلوقتي بقولك انت قلت قبل كده اقتلوا زباط السيسي قلت هزا الكلام ومسجل وبيترجم ولسه شغال دلوقتي بتحرد على قتل الضباط دلوقتي وشغال وهيترفع عليك قضية في المحاكم البريطانية هيترفع عليك قضية في المحاكم البريطانية ولن تفلت من العقاب على هذا التحريض الصريح على القتل والمبطن الان في لندن وكله شغال وبيترجم نرجع لحسن البنة لما قال انه الناس امامنا امام الاخوان واحد من اربعة ياما مؤمن بينا ومعانا ياما متردد دول اجروا عليه حاولوا تحببوه في الدين وتحببوه فينا وتحببوه في الصحبة وحاولوا تعملونه كل ما يمكن من عمليات اغراء والنافعي ده اللي هو البرجماتي اللي عايز مصالح ده ما تسبوهوش خلوكوا وراه ادولوا حاجة يا امام متحامل والمتحامل ده احنا بنا وبينه المقصدة وكل مسلم لا يؤمن بنا وبهذا المنهج لا حظره في الاسلام مين اللي قال هذا الكلام حسن بنا قال كل مسلم كل مسلم مش كل كافر قال كل مسلم لا يؤمن بهذا المنهج منهج الاخوان لا حظره في الاسلام قرجونا من المل يبقى بالتالي حسن بنا رسائله اصلا رسائل دموية والعنف عنده هو الاساس حسن بنا بيقول يقول انه احنا عندنا قوة العقيدة والايمان قوة الوحدة والارتباط ثم بعدها قوة الساعد والسلاح سيستخدم الاخوان القوة حين لا يجدي غيرها سيستخدم الاخوان القوة حين لا يجدي غيرها وحين يستكملون عدة الايمان والعقيدة وعندما يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صراحاء ينذرون أولا ثم ينتظرون ثم يقدمون ده كلام واضح يا جماعة ده كلام في بنائهم أساسا ونحن الآن نهيب بالكبراء والأعيان والهيئات أن ينضموا إلينا ده إيه وإيه لا فحسن البنة اللي أسس الجماعة سنة 1928 كان بدأها وبفكركم وللتاريخ بمعونة من الصفارة البريطانية ومن هيئة قناة السويس اللي كان بيدرها أوروبيين وعلاقة الإخوان بالإخستخبارات الأجنبية ليست موضع جدل أو نقاش عشان بس يمعرفين وهذا ربما يفسر وجودهم في العاصمة البريطانية وأنا سألت وبسأله وبقول يا جماعة يا جماعة ليه الناس دي رغم أنهم إرهابيون ووفقا للقانون المصري جماعة إرهابية ليه بتاعتدونهم ده سؤال هيظل مفتوح إيجابتوا عارفينها لكننا يعني نتساءل لأنه إحنا عارفين ومش كل ما يعرف يقال تعالوا بقى شوف الإخوان واللي بتكلموا مصدعيننا وكلام ده لشباب الإخوان الكلام اللي بقوله النهاردة ده لشباب الإخوان كمان علاقة الإخوان هتكلم عن نقطتين علاقة الإخوان بالحركة الوطنية وليه الإخوان بيكرهوا الجيش سؤال ليه الإخوان بيكرهوا الجيش وهل هم بيكرهوا الجيش بجد عشان حاجة معينة ولا في لعبة في مفاجأة دلوقتي وعلاقة الإخوان بالحركة الوطنية خلينا أقول لكم أنه الإخوان كان بيتعاملوا على أنه مصر ولاية عثمانية وبعد الدولة العثمانية ما سقطت وانتهت علاقتها بالخلافة فهنا حولت بعض القوى الاستعمارية تخلق كيان جديد يتبنى فكرة الخلافة فكانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أكبر دولة في الشرق غيره نقدر نلبس فكرة الخلافة في رأس بعض من الشباب علشان يبدأ يبقى فيه مبرر أنه نخليهم يضربوا فيه بعض القوى الأخرى فكانت الإخوان شايفين مصر ولاية عثمانية وفيه ناس في الحركة الوطنية شايفين أنه مصر دولة وطنية وكان فيه في هذا الزمن قصرين عندنا قصر عبدين اللي فيه الخداوي وقصر الدبارة اللي فيه الممثل إنجلترا اللي كان بتحتل مصر فكان فيه زمان يقوله مصر بتحكم من القصرين قصر عبدين وقصر الدبارة وبعدين الإخوان ظهروا الإخوان بيكلموا على استمرارية مصر كعلاقة ونوبات سري مع تركيا والحركة الوطنية اللي كان بيمثلها أحمد لطف السيد وفريقه اللي هما بيكلموا على الاستقلال التام عن تركيا عن الدولة العثمانية وعن بريطان يبقى فيه عندنا الإخوان المسلمين اللي هو حسن البنة قالوا احنا عايزين نعمل خلافة وتستمر علاقتنا بتركيا والحركة الوطنية اللي بتكلم على الدولة الوطنية والاستقلال أحمد لطف السيد وكان مصطفى كامل كان بيتكلم على الخلافة العثمانية وكان بيميل إلى الشرق لكن كان فيه قوتين قوة الدولة الوطنية وقوة الخلافة اللي كان الإخوان بيتكلموا عليها ده كلام ده سنة 1928 وعشرين و 1930 أنا بقول بقى الإخوان ضد الحركة الوطنية بقول للناس اللي هم بكلموا عن الثورة والثورات والحركة الوطنية والحرية وكذا وكذا بقول لهم من كل الأحزاب السياسية كل الأحزاب السياسية المصرية بقول لهم هذا الكلام خاصة الناس اللي زمان دخلوا فيه شراكة مع حزب الإخوان المسلمين وعركة الإخوان المسلمين من زمان أيام الاشتراكين السوريين ولا اسمهم الأحرار الدستوريين والوافد والعمل وغيره ومصر الفتاة الناس اللي دخلوا مع الإخوان وظنوا إن هم ناس يعني بقول لأ الإخوان كانوا دائما ضد الحركة الوطنية والدولة الوطنية المسلمين ده يا جماعة مهمة عشان نفسر هم بيعملوا كده دلوقتي ليه بيكرهوا الجيش؟ ليه بيكرهوا الشرطة؟ ليه بيكرهوا قضاء؟ ليه بيكرهوا الإعلام؟ ليه ليه ليه؟ ارجع بس للتاريخ وأقول لك علاقة الإخوان بالحركة الوطنية كانوا دايماً أندال مع الحركة الوطنية كانوا دايماً خينين للحركة الوطنية سنة 1930 الملك فؤاد خد قرار بيكرار دستور سنة 30 دستور 30 ما كان دستور 23 دستور 23 كان نتاج صورة 19 سعد الزغلول ورفاقه نتيجتها كان دستور 23 الملك فؤاد لغى 23 عمل دستور 30 شعب المصر قاعد يقاوم دستور 30 لمدة خمس سنين مش عجيبهم لأنه بيلغي أهم دستور في تاريخ مصر بتاعتها 20 الشعب المصر عمل كفاح لمدة خمس سنين الوفد والسعديين وغيره كلهم ضد هذا الدستور إلا الإخوان طلع حاسل بناء قال إيه؟ قال نحن لا نثور من أجل دساتير وضعية صنعها بشر فالقرآن ودستورنا مين اللي قال هذا الكلام حاسل بناء؟ قال إحنا لا نثور من أجل دستير وضعية كلمة شرعية ومؤرسة كل دا أوانتا دا كل دا تحور لجنات الإخوان فيروسات الإخوان بقول لك الشعب المصر يكون صار ضد الملك فؤاد يقاوم إلغاء دستور 23 واستبداله بدستور 30 كل الأحزاب السياسية والحركة الوطنية إمتى بقى ما كانتش فيه بجيش بقى كلها ملكية ومدنية وناس بقى أحزاب سياسية وغيره والإخوان كانوا موجودين ضد التوجه الوطني تماما وطلع المرشد قال لهم إحنا يا عم إنتوا عايزيننا نشارك معكم في الثورة؟ قالوا آه قالوا لهم لا بس إحنا دستورنا هو القرآن لا نثور من أجل دستير وضعية مين قال هذا الكلام؟ ممكن الكلام دا حد يقول أنت كدام؟ لا روح حدرتك إراه في كتاب الإسلام والديمقراطية لفهمه وإيه دي وفهمه وإيه دي عايش اسألوه هذا الكلام اتنين 1946 إسماعيل صدق باشا مسك الحكومة وإسماعيل صدق كان أول واحد هو اللي عمل دستور 30 وهو اللي أشرف على أول عملية تزوير الانتخابات في تاريخ مصر وهو اللي كان ضد الحركة الوطنية وقفاء الملك جابه سنة 46 رئيس وزراء مصر خلاص؟ الشعب المصري كان بيسموه جلادي الشعب اللي هو إسماعيل صدق الوفد والشعيين والكله ضده كل الناس ضده كل الناس ضد عينه إلا الإخوان المسلمين قالوا احنا معاه فالرجل لما لقى الإخوان بيقولوا احنا معاه إسماعيل صدقين خط بعضه وراح زاره في مكتب إرشاد عمل زيارة مين؟ للإخوان المسلمين في مكتب إرشاد طلع المتحدث باسم المرشد ساعتها وقال ايه؟ والله العظيم قال كده اذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي على إسماعيل صدقين جاب آية من القرآن لواء فيها الحقيقة وقال فيها اذكر في الكتاب إسماعيل ده بيجامل إسماعيل صدقي على حساب الدين ده سنة ستة واربعين دول الإخوان المسلمين 1951 الملك عين حافظ عفيفي رئيس الدوان وكان عدو للشعب المصري والناس بتكرهه وغيره كل القوى السياسية قالت لا لتعين حافظ عفيفي إلا الإخوان قالوا احنا مع حافظ عفيفي سنة 1951 النحاس باشا مسك الوزار مصطفى النحاس وأعلن الكفاح المسلح ضد الإنجليز قال خلاص بقى احنا ما فيش ولغينا معارف ستة وتلاتين النحاس الزعام الوفدية قال احنا لغينا اتفاقية أو معادف ستة وتلاتين والإنجليز دول مش نافع معهم غير الكفاح المسلح يلا أعلن الكفاح المسلح الزعيم الوفدي مصطفى النحاس باشا سنة كام واحد وخمسين طلع مقمون الهضيبي قال ايه مش مقمون الهضيبي حسن الهضيبي أبوه كان مرشد الإخوان المرشد التاني طلع خطب وقال ايه قال اعمال العنف سمى الجهاد اللي دعا اليه النحاس اعمال العنف لن تخرج الانجليز واجب الحكومة بقى يا نحاس تتعلم من الاخوان ان هي تفضل تربيت الشعب وعدم احراج الانجليز ده مين ده الاخوان سنة واحد وخمسين مع مصطفى النحاس وطلع الهضيبي يخطب في الامة هضيبي المرش يخطب في الاخوانه يقول اذهبوا واعتكفوا على تلاوة القرآن اذهبوا واعتكفوا على تلاوة القرآن يبقى النحاس بيدعو للجهاد والكفاح المسلح ضد المحتل الانجليز والاخوان المسلمين بقيادة هضيبي يطلع للشباب يقول لهم ما تخرجوش وما تخرجوش الانجليز واذهبوا فاعتكفوا في قراءة القرآن الكريم ام خالد محمد خالد المفكر الاسلامي الكبير اللي كان اخوان وسبهم كتب مقالة في روزا اليوسف ابقى ثالنا ابراهيم قال اول معلق على كلام الهضيبي اللي بيقول لهم روحوا قراء القرآن الابشر بطول سلامة يا جورج جورج مين اللي هو ملك انجلترا ردا على الهضيبي وخالد محمد خالد في مقالته في روزا اليوسف قال ايه قال لقد وجد الوطن قبل ان يوجد الدين لقد وجد الوطن قبل ان يوجد الدين ان كل ولاء للدين لا يسبق ولاء للوطن هو ولاء زائف ليس من روح الله ده مين ده خالد محمد خالد يا اخواني يا اصدقائي يا زملائي يا مشاهدي الكرام هؤلاء هم الاخوان وعلاقتهم بالحركة الوطنية اثناء الحكم الملكي ما كانش جمهوري اللي هو بيقوله دلوقتي انت حكم عسكري بقول لك من سنة اتنين وخمسين عبد الناصر كان زابط وبعده السنة في واحد وسبعين كان زابط وبعده حسن مبارك في واحد وثمين كان زابط وبعدهم السيسي دلوقتي زابط فيت chew احنا ضد العسكر ضد حكم الضباط احنا ضد حكم الجيش هم بيقولوا هازه الكلام فانا برجع للتاريخ بقول يعني انتوا كنتوا حلوين اليام الحكم الملكي يعني انتوا كنتوا مبسطين اليام الحكم الملكي يعني اليام الملكي الملك مكنش زابط الملك مكنش زابط هسلم يا سيدي بكلامكوا ان انتوا عندكوا مبدأ وانتوا ضد الحكم لأي واحد كان اصله ظابط رغم ان ازنهاور وديجول وغيره مش هخش في القصة دي بس انا بقول على الاخوان المسلمين اللي بيقولوا احنا ضد الحكم اللي استمر ستين سنة حكم الجيش. يا سيدي اعتبر حكم الجيش ماشي. يعني انت بتحب الحكم اللي هو مش جيش. مش واحد مش خلفته جيش. قولك اه. ايه علاقتك بقى بالحكم الملكي? تب الحكومات اللي كانت وفدية وسعبية ومش عارف مين ومين ومين. كنت عامل معهم ايه? تجدوا فستهم. في تدول سلطة كانت تدول سلطة. في اراء في اراء. في حكومات بتسقط في حكومات بتسقط. في ملك بيحكم من بعيد وحكومات بتسقط. اه. سعن زغلول ومصطفى النحن. الوافد كان الاخوان كانوا بيعملوا ايه? في هزي الاجواء. اسمع مني. مش هما بيقولوا يا جماعة ان احنا ضد الحكم من عبدالناصر للسيسي. علشان ده كان الناس كلهم زباط. طب انت اقولوني كده اخباركو ايه مع الحكم? اللي مكانش زباط? اخباركو كانت ايه? كنتوا حشامنا العسل. كنتوا بتزراعوا مصر. كنتوا بتقدموا لمصر القطن والورد والانجازات والياسمين. كنتوا بعملوا المصر. الف تسعمائة خمسة واربعين يا سادة يا كرام الف تسعمائة خمسة واربعين. في احمد ماهر باشا كالرئيس وزراء مصر. والراجل راحل برلمان مجلس النواب المصري او موجود في شرع الاسرعين. يقنع النواب بقرار هيتخذه كرئيس وزراء بمشاركة مصر في الحرب العالمية. احمد ماهر راحل مجلس النواب. يقول لهم يا نواب الشعب احنا هنخش فيه التحالف مع بريطانيا ضد المانيا علشان ناخد استقلال. ودهم مبرات. المجلس النواب وافئ. قال تمام. خط بعض ومشي من مجلس النواب لمجلس الشيوخ. عشان يعرض نفس الفكر على مجلس الشيوخ. ما حياة سياسية ايه? حياة سياسية وفيها فيها حكومة وفيها حكومات بتسقط وفيها انتخابات وفيها وفيها حياة اللي هما بيقولوا عايزينها دلوقتي. والراجل ماشي طالع من مجلس النواب راح مجلس الشيوخ. طلع واحد اسم محمود العسوي راح ضربه بالنار. محمود العسوي ده ايه? كادر من كوادر الاخوان. قال انه احنا عندنا توجيه بعد ما تقبض عليه ان احنا نقتل احمد ماهر باشا لانه تسبب فيه سقوط حسن البنة في الانتخابات في الاسماعيلية وانه هيخلي مصر تخش الحرب ضد المانيا واحنا ضد هذا الكلام. فلم يكن هناك صوت الا صوت الرصاص. هزا الكلام اللي انا بقوله ده يا جماعة ممكن يبقى كد. روحوا اروه في كتاب بقايا الزكريات لا احمد حسن البقوري اهو قدام حضراتكم. هات يابراهيم لا سمحت. يابراهيم خليك معانا لا سمحت اهو اهو. كتاب بقايا بقايا الزكريات لا احمد حسن البقوري اهو. روحوا هاتوا كتاب ده اروه بقايا ذكريات لا احمد حسن البقوري اللي كان كادر اخواني. ذكر هدي الواقعة بالتفصيل اغتيال احمد ماهر باشا رئيس وزراء مصر الف تسعمة خمسة واربعيد على ايد الاخوان المسلمين بكادر اخوان اسم محمود العسوي نظرا لقراره بمشاركة مصر في الحرب العالمية التانية. ده كان الاستاربعين. لكن في عبد الناصر ولا في السلاة ولا في مبارك ولا في السيسي. كانوا ناس مالك مالك وحكومات بتروحوا بتيجي في انتخابات وافد وسعديين واشتراكين. طيب الف تسعمة ستة واربعيد. يوم تلاتة اتناشر الف تسعمة ستة واربعيد. التنظيم تنظيم الاخوان. قام بتفجير كل اقسام الشرطة البوليس ساعتها اسمه البوليس في القاهرة في توقيت واحد. في توقيت واحد. سنة كام? ارجع اقولوا التاريخ يا جماعة. انتم بتقولوش تاريخ ليه? الف تسعمة ستة واربعين. تنظيم الاخوان. خد قرار. والكوادر بتوقع بتوقع الجوال. والتنظيم السري. كل اقسام البوليس في القاهرة تم تفجيرها بقنابل في وقت واحد. الكلام ده بتاعي. روحوا اروه في كتاب. الاخواني. محمود الصباغ. حقيقة التنظيم الخاص. هاتي محمود الصباغ. كل اقسام البوليس فجروا فقط واحد. امتى يا جماعة الكلام ده? لكن فيه جيش. لكن فيه عسكر زي ما يقولهم. ولكن فيه عبد الناصر. ولكن فيه غيره. سنة كام? الف سمسة واربعين. هو قولك احنا عايزين نخلص من حكم ستين سنة جاسمنا على صدورنا. تبقوا انت قبل ستين سنة كنت تعمل ايه? قتلت رئيس الزراء فجرت الاساب الشرطة. الف سبعة سبعة واربعين فجروا فندق الملك جورج في وسط البلد. وفجروا في الف سبعة تمانية واربعين شركة الاعلانات المصرية. بتاعت الجمهورية دلوقتي. اربعة ديسمبر تمانية واربعين في طالب اخواني في جامعة فؤاد الاول. طلع كده على اللواء سليم زاكي كان حكم دار القاهرة. راح ضربه بالنهر. مين اللي طالد دوت? طالب اخواني في جامعة فؤاد الاول. يا جماعة اقروا التاريخ. وناس كدير جدا ما بتتكلمش على اختال اللي هو سليم زاكي. كان نائم حكم دار القاهرة سنة يوم اربعة نسمبر تمانية واربعين. قابل عبد الناصر وقابل الجيش وقابل الانس دي موجود. تعالوا كمان. يوم اتنين وعشرين مارس الف تسعمائة تمانية واربعين. كان المستشار احمد الخاز ندار ده كان وكيل محكمة استنافل قاهرة. كان هذا الرجل. انطلع احكام ضد بعض اعضاء الاخوان. مش عجبهم حكم القضاء. ده زمان. سنة كام? سنة تمانية واربعين. قابل صور اتنين وخمسة واربع سنين. قابل الجيش. قابل وجود عبد الناصر. طلع الجماعة بتقول الاخوان. على احمد الخاز ندار ضربوا بالنار. وتم اغتيال المستشار احمد الخاز ندار. بعد حسن البن مقال ربنا يرايحنا منه. اول مقال اول مقال ربنا يرايحنا منه. طلع عبد الرحمن السنة دي. عملوا خطة وضربوا. خد بالك. مين لا هذا كلام? مذكرات عبد العزيز كامل. ويتكلم فيها على آآ آآ مجموعة من شباب الاخوان آآ آآ هما اللي قاموا بقتل المسشار الخاز ندار. بناء على تكليف عبد الرحمن السنة دي. بناء على آآ توجيه من آآ المرشد حسن البنة. ده في اتنين وعشرين مارس الف تسعمية تمانية واربعين. وده في مذكرات عبد العزيز كامل ضام حضراتكم. يبقى عندي دلوقتي. عندي دلوقتي ايه? عندي دلوقتي ايه? عندي اتلوا الراجل طلع واحد ضربوا بالنار. واتلوا وحرقوا كل اسام القاهرة. فجروها. وفجروا فندق الملك جورج. وفجروا شركة الاعلانات الشرقية. واتلوا نائب حاكم دار القاهرة. واتلوا المسشار احمد الخزندار. من احمد الخزندار للمسشار هشان بركات. الفكر واحد قدام واحد. تعالوا بقى سنة الف تسعمية تمانية واربعين. في عربية جيب كانت ماشى شرطة ميسيكيتها لقوا فيها وثائق وخطط وخرايط وتدريبات والمؤطم وغيره في العباسية. اسمها مشهورة جدا وقت سار الجيب. ابضوا عليها الناس اللي موجودين وبسرعة جير يلموا كل الناس لقوا فيها خطط الاخوان لضرب السينمات وضرب كزا وضرب كزا وتفجير لقوا كل حاجة. مسكوا في سنة تمانية واربعين كل قنات الاخوان ابضى عليهم وكان وزير الداخلية رئيس الوزراء مين محمود فاهمي النقراشي باشي. كان وزير الداخلية ورئيس الوزراء في نفس الوقت. راح واخد القرار حل جماعة الاخوان المسلمين. خلص خلاص بيدمروا الدولة. امتى محمود فاهمي النقراشي مش زابط. وحمد مهرباشا مش زابط. والخزندار مش زابط. دول ناس كانوا في احزاب مدنية بيروحوا وايجوا لاحزاب. انحاس ما كانش زابط. لما محمود فاهمي النقراشي خد قرار حل الجماعة في سنة التمانية واربعين. عد يا مؤمن عشرين يوم. عشرين يوم بالزبط. والراجل محمود فاهمي النقراشي طالع على المجلس النواب. طالع واحد لابس زابط. نقيب او مقدم او غيره. اداله التحية وطالع الاسنصير. الراجل الحياه ودخل الاسنصير راح مطلع المسدس. خمس رصات في رائبة محمود فاهمي النقراشي باشا. رئيس وزراء مصر ووزير الداخلية. عشان خد قرار حل الجماعة. سنة الف تسعمية تمانية واربعين. يوسف ندى. ساعتها كتبوا ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين. ده مين حصل بنا. قالوا ليسوا اخوانا. ده مش تبعنا. يوسف ندى في كتابه من داخل الاخوان. هاتوا براين. من داخل الاخوان. يوسف ندى موجود عين يرزق. اهو. من داخل اخوان المسلمين. يوسف ندى. هو اللي ذكر حكاية مقتل مين. محمود فاهمي النقراشي على ايد مين. عبد المجيد. احمد حسن. قتلوا النقراشي باشر. وشوه سمعيته. وقال لك فتح كبري عباس على الناس. وضرب الناس بالنار. وشوهوا. هما اساز التشويه. هما من قتلوا. اتنين من رؤساء ازراء مصر. احمد ماهر باشر. ومحمود فاهمي النقراشي باشر. وقتلوا احمد الخازندار. وقتلوا حكمدار القاهرة. في يوم خمسة مايو تسعة واربعين بقى. في السنة التالية لاغتيال النقراشي. ابراهيم باش عبدالهادي كان رئيس وزراء مصر. ساكن في المعادي. وبيجي الاسر العيني بيجي مكتبه في مجلس الوزارة. واثناء حركته من عمله اجره شقة في شرع الاسر العيني. لمجموعة من الشباب الاخوان. ويستهدفوا في السيارة ابراهيم عبدالهادي. وهو معد في شرع الاسر العيني. لاجل النصيب انه الرجل اتاخر او مرحشي. او السواء بتاعه كان ماشي. ضربوا السواء الجري. ولم يتم اغتيال ابراهيم باشر عبدالهادي. ودي ذكرها مين? عبدالرحمن الرفعي. في كتابه في اعقاب الثورة المصري. اناتو ابراهيم. اللي بقوله ده روه تاريخ. ده ده فعلي الاخوان قبل عبدالناصر. قبل ثورة تلاتة وعشرين يوليو اللي بيقوله حكم ستين سبعين سنة من الجيش ومن العسكر. ده منتو كنتو اخباركو ايه? مع المالك. اخباركو ايه بقى مع الدولة اللي انتو بتقوله مدنية واحزاب وددول سلطة. مواقع ددول سلطة. وكل يوم كان في حكومة. وحكومات بتسخط في البرلمان. وملك بيغير الحكومة وبيقيل حكومة. وسعر الزغلون. مصطفى النحاس. ابراهيم عبدالهادي. اه محمود فهم النقراشي. احمد ماهر. اسماعيل صدقي. كل الناس دي كنت شغلين معاهم شياطين. قتل وتخريب واغتيالات. هيد الاخوان. انسى بقى من تلاتة وعشرين يولو اتنين وخمسين لغاية النهاردة في شهر اكتوبر ستة وعشرين اكتوبر الفين اتنين وعشرين. يا عم احنا وعشرين. والجيش والدنيا واحنا كنتو قابل كده كنتو ايه? هؤلاء هم الاخوان قبل وجود ثور الثلاثة وعشرين يولو اتنين وخمسين. لمان لا يقرأ التاريخ? ولمان لا يفهم التاريخ? بقول لهم ارجعوا. الاخوان النهاردة بيصدروا ايه? احنا عايزين نقدر ايكم العسكر وعايزين نقدر. يا سيدة بالراح. هو اريد الكلام ده يا محمد ناصر? ولا انت بتقرب المشاقلب? اريد الكلام ده يا معتز مطر? ولا انت بتقرب مش عايزة الكلام. اريده هزا الكلام. عشان بس يقول لك حب الحسكر. حسكر. حزاء. حزاء. اصغر جندي مصري. اشرف من جماعة الاخوان من اول حسن البنة لاحقر وعد فيهم حتى هذه اللحظة. حزاء. حزاء. جندي مصري واحد. اشرف وانبل واطهر من جماعة الاخوان من حسن البنة وحتى احقروها فيهم دلوقتي. قولا واحدا ما في ذلك شكل. تعالوا بقى. عندي بقى في تسعتاشر نوفمبر تلاتة وخمسين. تسعتاشر نوفمبر تلاتة وخمسين. تلاتة وخمسين. اختلف سائحة. السنة دي مع الهضيبي فشالوا من التنظيم السري وجاب واحد اسمه سيد فايز. منهم اختلفوا. سيد فايز بقى مسك التنظيم السري. السنة دي بقات له علبة حلوة مولد في مولد النبي. وقاعد الراجل بيفتحها انفجرت فيه هو اخت وماتوا. صفوا بعض. خلاف على ايه? عشان اصرار اصرار معاه? اصرار التنظيم معاه. تعالوا بقى شوفوا بقى. يبقى ده قبل ايه? ده قبل الثورة. قبل ثورة تلاتة عشر يوليو. قبل بقى بقى فيه ان الجيش بقى فيه حد منه زي عبد الناصر والسانات ومبارك والسيسي. قبل ده كله. قاتلوا كل دول. فجروا كل الحاجات دي. خربوا كل دوت حريق القاهرة والسينمات والشركة الناسة الشرقية. وفنده الملك جورجي. واحمد مهر باشر. واحمد الخزندر باشر. وهي ابراهيم عبدالهادي باشر. وقفة محمود فامل الراشي. كل دي اغتيالات يا جباعة. وجاء عبد الناصر تولى الحجر. فاربعة وخمسين كلكوا عارفين? اربعة وخمسين. في المنشية بيخطب. طلع عليه. الاخوان طاك. ضربوا الراجل. كان بهدف اغتياله زي اللي قابليه. لانه ما كانش مد الاخوان هو ما عايزينه. الاخوان ضد الدولة الوطنية. عندك ابراهيم? الاخوان ضد مش ضد جيش ولا ضد الشرطة ولا ضد نشأة ولا ضد ابراهيم. الاخوان ضد الدولة المصرية. ضد الدولة الوطنية. اهو ومحاول الاختال عبد الناصر في المنشية. احتفلا معكم اليوم بعيد الجلاء. وبعيد الحرية. بعيد العزة. وبعيد الكرامة. ايها رجال فليبخى كل في مكانه. محاولة اغتال عبد النصر قدام حضراتكم في المان شاي. زي ما قاتل ابراهيم عبد الهادي. زي ما حاولت ابراهيم عبد الهادي. زي ما حاوله عبد النصر. يبقى الفكرة كلها مش بيقتي. هو بقول لك عشان حكم العسكر عبد النصر العسكري. ضابط. طب مال ابراهيم عبادي كان ايه? طب مال النوراش كان ايه? انا بس عايز في هذه الحلقة بس بوضع حاجة ربما محدش انتبه لها كتير. انه بيقول لك ايه شو حاصل يا عم طب قبلها كنت فيه. اه قدام حضراتكم. خزندار كان زابط. احمد مهر كان زابط. النوراش كان زابط. انت مش ضد انت ضد الدولة الوطنية. وكل من يختلف معك. انت موجود خلية بتقوم بدور لتدمير الدولة الوطنية. انر السادات الله يرحمه. في واحد ثمانين. حرف المنصر. كل الناس فاكرين هذا الكلام. يبقى محاولة اغتيال عبد الناصر. واغتيال السادات. واللي عملوه بعد كده في الدكتور رفاة المحجوب. واللي عملوه في المشارة هشان بركات. واللي حصل في في سينة. واللي حصل في اسيوت. كل ده تفكير ايه? كل دول ضد الدولة الوطنية. عموما. الرئيس عبد الناصر فضح الاخوان في فيديو قصير تكلم فيها عن التمويل اللي بيجي له منبر. كلام ده من زمان يا ابراهيم. كلام ده من زمان. اه هاتلي الفيديو سمحت. في سنة اربعة وخمسين كنا بنتفاوض مع الانجليز على شان الجلاء. وفي نفس الوقت كان الاخوان المسلمين يعقدوا اجتماعات سرية مع اعضاء السفارة البريطانية. وقلوا لهم ان احنا سنستطيع ان نستولي على السلطة وسنستطيع ان نعمل كذا واتفاوضوا معنا. وكان الاخوان المسلمين كحزب. لا يمثل ابدا شعور اللي بنشعر به في مصر المرشد لحزب الاخوان المسلمين في هذا الوقت ايام ما كنا بنحارف في القناة سؤل ايه ما وقفتوا بالحرب في القناة؟ قال احنا والله دعوة واسعة انتو هنا في مصر قد تكون مصلحة كنكو تحاربوا في القناة واحنا نرى ان المصلحة المحارف في بلد اخر دي دعوة الاخوان المسلمين اتكلم عبد الناصر برضو عليهم ووضح انهم عملاء للاستمر الناس بيغتموا الاجنبي ضد مصر ضد الاستقلال ولا اخوان ولا مسلمين اسموا عبد الناصر احنا لا نستطيع ان نقامر بمكاسبنا اللي حققناها في التلاتاشر سنة اللي فاتت ولا نستطيع ابدا ان نتهاون في مصرنا ان نسلم انفسنا لاعوال الاستعمار والرجعية مهما كان اسمهم ولو كان اسمهم اخوان مسلمين احنا كلنا نعرف ان الاسلام في هذا ليس الا خديعة علشان يتحكوا بيها على عقول الناس وينضموا ليهم اما هم لا هم مسلمين ولا هم اخوان هم ناس حاقدين حاقدين الحقد يملأ قلوبهم ويملأ نفسهم قيادتهم الموجودة في الخارج تعاونوا مع حلف بغداد تعاونوا مع الدول الاستعمارية تعاونوا مع جميع عداءنا واسبتوا بالدليل الواضح ان حزب الاخوان المسلمين او حركة الاخوان المسلمين ليست الا حركة تعمل لحساب الاستعمار وحساب الرجعية يمولها الاستعمار وتمولها الرجعية ونحن حسب مبادئنا لن نسمح لاعوان الاستعمار ولا اعوان الرجعية ان يكون لهم اي مجال ولا اي نشاط بيننا لاننا بهذا نؤمن مستقبلنا ونؤمن النجاح اللي حصلنا عليه نفس اللي بنعمله دلوقتي مع الاسلام السياسي وانا نفس كلامي للرئيس عبدالفتاح السياسي قاله اول مبارح اهو رئيس عبدالناصر بيقوله بقى كم سنة بيقوله وبيقوله ان دول اعوان الاستعمار وبيتمولوا من من برا وانا بقوله رئيس عبدالناصر لو كان عايش دلوقتي شايف هما نفس الكلام موجودين في لندن بيشتمهم زي ما كانوا موجودين في ابرز بيشتموا عبدالناصر حرية والناس اللي بصدقوهم اهو اسمع السلام انا عايز اقولكم حاجة للتاريخ اتصلنا بالاخوان قبل قيام الثورة كل الكلام ده اعلن واتكتب الثورة بقالها تسع وعشرين سنة اتصلنا بالاخوان قبل قيام الثورة وعبدالناصر شخصيا وطلب منهم الاشتراك في الثورة وجبنوا وخافنوا ورفضوا بقيادة الهضيبين بعد كده تكلم الرئيس سلاة الله يرحمه عن الحاكمية اللي هي اساس تكفير المجتمع واساس تحرك جماعات الشر واصلهم الاخوان المسلمين جماعات الاسلامية دي اخطر ما عشان نبعه فينها يعني اخطر ما فيها المفاهيم اللي بيحطوها في عقل الولادنا وعشان الاحزاب اللي بتساعد دول يشوفوا او اللي بيحاولوا يتقربوا لهم يشوفوا اي جريمة بترتكب في حق اجيالنا ومصر فكر الناس دول ايه فكر الناس دول حاجة اسمها الحاكمية بمفهومها انه الحكم بما انزل الله ورفض اي قوانين وضعية العنف الايمان بحتمية الاستضام مع السلطة الكافرة والمجتمع الجاهل والقضاء عليه اخطر ما فيها بقى وده اللي بزرها الاخوان المسلمين وجوب مبايعة امير الجماعة والالتزام بمبدأ السمع والطاعة له في جميع الظروف يعني والله ما بيحتموا هذا لله سبحانه وتعالى اللي يستحق ان احنا السمع والطاعة بلا جدال انما بيطبقوها لامير الجماعة وبعدين عشان يفضل بقى في الدائرة عدم الاخذ باي مذهب من المذاهد في التفسير للقرآن والسنة والاعتماد فقط على تفسير امير الجماعة للآيات القرآنية والاحاديث النبوية كلم الرئيس سلطة الله ارحمه عن فكر او فقه او طريقة التقية اللي بيتمتع بقى الاخوان اللي هو يظهر عكس ما يطب اسمع الرسلات لما جيت سنة السبعين طلعت جميع الاخوان من السجر اللي محكم عليهم قعدتهم الى وظيفهم صرفوا لهم فرق المهية اللي كانوا مسجونين فيه انا اعتقدت الموضوع خلاص اتصفى وانتهى لا شغل اللي يقولوا عليه التقية بس التقية ماش عندنا احنا السنة المسلمين السنة التقية مش عند السنة ابدا انه تتكلم بالسان واللي في قلبك حاجة تانية ده رأيي رئيس السدات ده كان رئيس الريس عبد الناصر واستمعتم لرأيي رئيس السيسي او الامبارح ده كلهم ناس من ابناء القوات المسلحة اللي تبوقوا هذه هذا المكان ويحكموا مصر رئيس السدات يغتلوه رئيس عبد الناصر حول يغتلوه ورئيس السيسي دلوقتي تشويه وتشكيك وسباب وشتائب بقول انه الاخوان الموجودين دلوقتي الواحد قاعد هما بيتغيروا ويتلونوا اللي قاعد في اسبانيا عمال يتمرقع ويتكلم عن الدولة المصرية ويسب ويلعم في الجيش وفي الرئيس وفينا وفي الاعلام وفي غيره واللي قاعد في تركيا بيتسكع هناك في اسطنبول على شهادة اسطنبول وبياخد فلوس الناس ويشتب في مصر واللي قاعد في لندن عمال يتسكع ايضا وعمال يتمرقع وعمال يشتم ليله ونهار الناس دي كلها مش شغالين عفوي الناس دي شغالين يا جماعة من 28 باعوان الاستعمار وسمعته كلام من 28 اغتيالات قتل تفجير تخريب لانه هما مش ضد حد مش ضد رئيس مش ضد السيسي ولا مبارك ولا ضد عبد الناصر ولا ضد السلاة ولا ضد احمد ماهر ولا ضد النقراشي لا ضد الدولة الوطنية دول جماعة وظيفية وخلية وظيفية شغلتها بس ان هي تخلي الدولة المصرية في حالة عدم شو ما دول اللي اغتالوا اخر اغتيالاتهم كانت النائب العام هشان بركات الله يرحمه من هشان بركات لحمد الخزندار نفس الفكر نفس الطريقة نفس الغباء نفس الفساد في الارض والافساد في الارض هي لغة الدم اللغة الوحيدة التي يفهمها هؤلاء هي لغة الدم بقول تاني بيحاول الاخوان المسلمين ان يطلوا بوجه العكرة العفنة الحقيرة مرة اخرى على المشهد من خلال مرة مصالحات مرة بيان مرة مبادرة والانقسام الداخل بينهم توزيع ادوار واحد يقول لك السلام والمصالحة واحد يقول لك الحكمة البالغة والتالي يقول لك الدم اللي هم المجموعة الجديدة كل دي عبارة عن توزيع ادوار ومتحورات زي الفيروس انا بقول للمجتمع المصري مسؤول الدولة المصرية لاول مرة بتواجه مواجهة ضارية بقول تاني كانت مواجهة عبد الناصر فيها شوية اعتبارات لبعض الناس اللي بتدخلوا ومواجهة السلاة للأسف الشريد في الاخر الرئيس السلاة الدوم الفرصة ومواجهة مبارك كانت مواجهة مواجهة بليدة الى حد مالي الاخوان المسلمين المواجهة الحقيقية في تاريخ مصر اتنين محمود فهم ان قراشي باشا وعبد الفتاح السيسي دلوقتي ما حفز الالقاب واحترامها بقول انه الجماعة بتطلب رأسها ضد الدولة الوطنية مش ضد الجيش بس وانا فضحت قدام حضراتكم دلوقتي بالوثائق والدلائل واقوالهم وكتبهم ومذكراتهم مش ضد حكم الجيش او ضد تدخل الجيش في الحكم او ضد ان يكون في حد ذو خلفية عسكرية رئيس مصر لا لانه الدليل انهم اتلوا كمان الناس اللي مالهمش علاقة بالجيش ولم يكونوا يقولوا الجيش زي احمد ماهب والنقراشي وغيره وغيره هذا ما تأسر قوله وده الكلام اللي قلته كله حجة على كل من سمع وحجة على كل من تابع ويرجع ما ياخدش كلام يستده ويروح يقرأ الكلام جبتينكم الكتب اقروا وشوفوا التاريخ والناس السياسيين والاحزاب اقروا وشوفوا قبل ما حد يتكلم اي حد يتعاون مع الاخوان يتواصل مع الاخوان يصدق الاخوان يردد ما يقول الاخوان فاوخين لدول الوطنية